اشتركوا في القناة يتقدم بعرض رسمي للدفر بخدمات المغربية عبد السمد الزازولي من برشلونا إشبيل الإسباني يزاز المغاربة ويعين رسميا عن قراره النهائي بخصوص رحيل يوسف انصير لهذا الفريق العالمي المغربي سفيا أمر رابط النجم فيورنتينا يرحب بخطوة الانتقال للدول الإنجاز المتاز من بوابة هذا الفريق اجتماع خاص يحسم في وجهة نجم المنتخب المغربي حاكم زياش المقبلة للانتقال من صفوف تيسي صرب فريق جديد انتصر المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة عن نظيره جزر القمر بنتيجة 5-0 وذلك لحساب الجو الأولى من دور المجموعات مصابقة كأس العرب المقبلة بسعودية وشهد الشوط الأول تألق حضور تجربة العناصر الوطنية بالأداء والاستحواذ على الكرة ليفتح المنتخب المغربي حصيلته أهدافه عن طريقة لاعب إدريس رايس الفني ليأتي الهدف الثاني بواسطة يوسف جواد وفي المشهد الثاني واصل أصول فوتسال محاولة التسجيل بالعدد من الفرص الثانيحة ليتمكنوا من التسجيل ثلاثة أهداف حملت توقيع كل من لاعب حمزة ميمونة وإدريس رايس الفني وعثمان بومزيو هذا وفشل منتخب جزر القمر في مجاورة النسق العالي للمغرب ما جعله يتلقى الأهداف الخمسة لتنتهي المباراة التي جمع الطرفين بفوز أبناء دكيك بالنقى الثلاثة ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره اللبناني بعد غد الجمعة انتلاقا من الساعة السابعة والنصف المساء بتوقيت غنيت لحساب الجولة الثانية من دور المجموعة بدأ الطالب يرتفع على الدول المغربي عبد سمد زازولي لعب برشانون إسباني لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية وأوضحت صحيفة إسل إسبانيا أن إدارة بيتيس جاهزة لتقديم عرض إدارة البارسا من أجل الاقتدام الدولي المغربي وشددت الصحيفة الإسبانية على أن راموس بلانيس المدير ريادي للريال بيتيس يعرف الزلزولي جيدا لأنه من أحضره من هوريكوليس إلى برشلونة عام 2021 وأبرز المصدر ذاته أن إدارة الفارق الكتالوني لن تقبل عرضا أقل من 25 مليون يورو للتخلي عن عبد سمد زازولي حيث تجدر الإشارة إلى أن تشاف هيرلنديز مدير برشلونة إسباني تحدث عن مغربي عبد السمد زازولي في العديد من المرات في النطوة الصحفية هذا الموسم قائلا إنه يريد العودة للمهاجم في نهاية الموسمة لكن في ضوء المنافسة والانتقال المحتملة يمكن إعارة اللعب مرة أخرى أو حتى بيعها ويذكر أن عقد الدولي المغربي عبد السمد زازولي رفقة ناديه برشلونة إسباني ينتهي حتى عام 2026 كشف خوصي كاراسكو نائب رئيس نادي إشبيه إسباني يوم تلتاء من بيع الدولي المغربي يوسف انصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأكد خوصي كاراسكو عبر موقع الرسمي للنادي الأندلوسي أن فريق إشبيه بقيادة المدرب لويس ميندي ليبارا لا يزال يرى أن المغربي يوسف انصيري مركز لمشروع النادي في الفترات المقبلة وقال نائب رئيس نادي إشبيه إسباني باستثناء العام الماضي يوسف انصيري كان لديه عامل معقد بسبب الإصابة في السنة الأولى سجل عشتون هدفا وهذا العام وصل إلى عشتون هدفا تقريبا كلاعب رائع استسعى لأندية كثيرة لضمه خلال السوق الانتقالات لكننا اليوم لا نرى أولا نفكر في النبيعاء المغربي يوسف انصيري وأصبح يوسف انصيري مطمع العديد الأندية بعد تألقه مع المنتخب الوطني المغربي في منذ القطر 2022 بالإضافة إلى نجاحه في التتويج بلقب الدول الأوروبي مع فريقه الأندلوسين المرة الثانية في مسيرته مع النادي وضمانه المشاركة في الموسم المقبل بدور أبطال أوروبا والجدير بالذكر أن يوسف انصيري نجح في أن يصبح الهدف التاريخي للمنتخب الوطني المغربي في كؤوس العالم الأخير بعد تسجيله لهدفين خلال نسخة قطر 2022 أمام كل من منتخب كندا والبورتغال فضلا عن هدفه في النسخة روسيا 2018 أمام منتخب الإسبان رحب المغربي سفين أمر رابط النجم فيورونتينا بخضوات لانتقال دولي إجليزي الممتاز في الموسم المقبل يعتبر منشيس يونيشد وبرشلون الأندل أكثر اهتماما بالحصول على خدمات النجم المغربي الذي جذب الأنظار بشدة من بعد تألقه اللافت في موندين قطر حيث حصد مع منتخب بلاده المركز الرابع وقال أمر رابط في تصريحات أبرزتها صحيفة مورتو البريطانية بالطبع البروميار ليغ رائع ومن أقوى الدوريات في العالم وأضاف قائلنا سيكون من الرائع اللعب هناك يوما ما لكن الأمر لا يعني أنني أريد الذهب إلى إنجلطيرة فقط إسبانيا رائع أيضا وكذلك الألقاع وتابع لقد تغيرت كرة القدم كثيرا لقد أصبحت بنية احتية تحتاج المزيد لتصبح رياضيا فيما يتعلق بالإيقاع والوحدة وختم حديثه بالطبع في إنجلطيرة تبدو الحدة عارية جدا لذا أعتقد أنها قد تناسب ني كشف الصحفي الإيطالي بشتبكة سكاي سبورت رودغاليتي يوم تولتاء أن الدول المغربي حاكم زياج المحترف في صفوف تيسي الإجليزي يدرس عرضا من الدوري السعودي بعد تأكد رحيله عن البلوز بعد نهاية الموسم ونشر الصحفي الإيطالي تدوين عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أشار من خلالها إلى أن زياج على تواصل منذ شهر الماضي مع وزارة الرياضية السعودية بشأن عرض مقدم من أحد الأندي السعودية وأكد روغاليتي على أن الدول المغربي سيعقضوا اجتماعا مع مسؤولي السعوديين الأسبوع القادم من أجل مناقشة العرض المقدم دون الكشف عن النادي الذي يرغب في ضم زياج وكان المسؤول النادي من الإيطالي عقد اجتماعا عبر الأنترنت مع وكيل أحمال زياج في الأيام الماضية وجاءت نتيجته إيجابية لكن إلى حدود الساعة لم يحسن من نجم المغربي في وجهته المقبلة هذا الصيف شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية شكرا على حسن المشاهدة اشتركوا في القناة